اهلا بكم اغلب الصائمين يعانون خلال اولى ايام شهر رمضان من التخمة الغذائية هي مجموعة من الاعراض سببها اضطرابات هضمية انتفاخ البطن مصحوب بالام الشعور بالانتفاخ والامتلاء لدرجة الرغبة في القي هي كلها اعراض لما تسمى بالتخمة الغذائية والتي قد تدوم لساعات عديدة بعد الافطار التخمة الغذائية لها مسببات اولها الطعام الذار تحتوي الشربة او الطبق الرئيس لدى الجزائريين على الكثير من الدهون ونسبة عالية من الطماطم المسبرة لذا يستغرق الجسد وقتا طويلا للتخلص من الدهون وجميع الساعات التي يقضيها الجسم في هضم الطعام نعاني فيها من التخمة وانتفاخ البطن عدم الانتظام في تناول الطعام يتسبب هو الاخر في حدوث التخمة الغذائية تجميع الاطباق وتناولها في آن واحد كالشروع في تناول الشربة الصلطة والطبق الرئيس في آن واحد وبطريقة سريعة هو خطأ شائع طيلة فترة السيام يكون الجهاز الهضمي في فترة راحة توقف تم للمعدة وتناول الطعام دفعة واحدة يعاقد من عملية الهضم الإفراط من تناول السوائل والمشروبات الغازية أكثر ما يسبب التخمة وهو حال الشربات التي يكثر استهلاكها لدى الجزائريين خلال شهر رمضان لذلك ينصح المختصون باستهلاك الشربات الطبيعية وتفادي الإصطناعية كيف نتفاد كل ذلك؟ الحل بسيط مجموعة من الخطوات يجب اتباعها أثناء الإفطار توقف عن الأكل وانضغ الطعام جيدا لتسهل على المعدة عملية الهضم لا تتسرع في المرور إلى الطبق الموالي ولا تأكل بسرعة الأكل بتأني وترك وقت قصير بين الطبق وآخر يمنح الوقت الكافي للمعدة لهضم الطعام قبل استقبال الطبق الموالي يجب الابتعاد عن الدهون والبهارات الكثيرة الحار والملح عاداتنا الغذائية تشجع على استهلاك الدهون خلال شهر رمضان هو ما يجب الابتعاد عنه قدر الإمكان فمثلا يستحسن طهي البوراك في الفرن بدلا من قليه وإذا توجب الأمر قليه فيستحسن أن يكون الطبق الرئيس فيه الخضروات وقليل من الدهون لا تشرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة بل في جرعات صغيرة متفرقة يفضل الابتعاد عن شرب الماء مباشرة بعد الإفتار توجد طرق طبيعية لتجنب التخمة الغذائية مشروبات الليمون والنعناع تساهم في تعزيز عملية الهضم وتهديئة المعدة وعلاج اضطراباتها وتساهم في طرد الغازات من الجسم الزنجبيل يساعد على عملية الأيض ويعمل على تحفيز تقلص عضلات الجهاز الهضمي والمعدة مما يساعد على هضم الأغذية بشكل أسرع يمكن للصائم أن يفترى بحبة تمر وكوب حليب أو لبن تناول الحساء الذي يختلف من منطقة إلى أخرى بين الشربة وحساء الخضار كثيرا ما يفضل البعض عدم تناوله إلا أنه مهم جدا لتهيئة المعدة وتنشيطها تدريجيا لاستقبال الطبق الرئيس الطبق الرئيس يجب أن لا يشبع بالدسم والمعجنات الصلطة مهمة جدا لأن الجسم يحتاج للخضروات والألياف المساعدة في عملية الهضم وتبطيء عملية امتصاص السكر أما بالنسبة للحلويات فمن الأفضل تركها للسهرة أي بعد الإفطار بثلاث ساعات لإعطاء الوقت للجسم لهضم وجبة الإفطار القلب اللوز وازلابية هي سكريات تحمل طاقة فارغة من المستحسن عدم الإكثار من تناولها وينصح بتناول الفاكهة عوض الحلويات الملونة والمسكرة المليئة بالسعرات الحرارية الجزائري لا يستغني عن الشاي والقهوة ينصح بعدم شرب القهوة مباشرة بعد الإفطار لأنها تعطل من عمليات الميتابوليزن أي تحويل الأكل إلى طاقة أما الشاي فينصح بتناوله مع تقليل نسبة السكر المضافة التهمة التي نشعر بها ليست بسبب الصيام بل هي نتيجة عادات الأكل الخاطئة عند الإفطار لذلك يجب الانتظام في طريقة الأكل وتجنب المأكلات غير الصحية إذا تبعتم طريقة الأكل الصحية لن تشعروا بالتخمة وسيستفيد جسمكم من أهم العناصر الغذائية التي تناولتموها صحف توركم وتبقى صحتكم بخير